مشاهدين مشاهدين قناة الصحة والجمال ورجعتلكم في حلقة جديدة من برنامج حواليد هوانم رجعتلكم في فقرة جديدة وحلقة جديدة وحدوتة جديدة هحكيها النهاردة وهي حدوتة بداية الكشري المصري بداية الكشري المصري تعالوا نشوف بدأت الواجبة ازاي يعني من النادر انك تلاقي حد في مصر بالذات انك تلاقي حد في مصر مش بيحب واجبة الكشري المصري لذلك يعني النصيحة اللي بننصحها لأي حد عايز يفتح مشروع بنقول له افتح محل كشري بيهزار يعني بس تعالوا بتجي نشوف بداية الكشري المصري كانت ازاي بداية الكشري المصري كانت عندما جيء الهنود مع الكوات البروتونية لما فردت حماية على مصر أثناء الحرب العالمية الأولى سنة 1914 كانوا بيتلقوا على الكشري في الوقت دون كشري ولأن المصري بيعرف انه عشري طبعه اختلب بالجنود الهندية وقدرت ان الوقت الكشري تنتيل الى المطابخ المصرية لذلك من اهم المحلات اللي عندنا في حي اللباني ويعتبر تستحق ان احنا نروح وندفع فيها فلوس ونجرف فعلا يعني تجربتي وتجربة ناس كتير جدا يعني بجد محل محترم ومحل مضيف وهو في اللباني محل كده الاسم طبعا والمكان والتفاصيل بتاعته هنعرفها من خلال التقرير اللي هنطلع له هنطلع للتقرير ونرجع تاني نكمل حدوتة هانم هنطلع للتقرير اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 في موضوع مهم جدا موضوع بداية المشاريع المشرية عشان طبعا أبدأ المشروع بتاعي لازم زي ما قال أستاذ هاني في التقرير أن يبقى عني تخصص في مهنة معينة ما ينفعش مثلا أني أبدأ أفتح مشروع وأنا مش عارف أنا هفتح إيه فلازم يبقى عندي بداية مشروع كاملة وبداية فكرة أني أبدأ أخطط ليها أبدأ أخطط ليها مثلا يعني يبقى ليه يبداية مثلا ما يبقاش هدفي الربح زي ما أستاذ هاني قال في التقرير يعني لازم يبقى عندي موضوع في بداية المشروع اللي هعمله لازم كمان يبقى عندي هدف ليه مش هدفي ان انا داخل اربح على طول ولازم يبقى عندي دراسة للموضوع يعني لازم ادرسه دراسة السوق ومتطلباته وتكلفته وكمان لازم يبقى عندي تحديد للمشروع بالزبط يعني ما بقاش داخل على طول مثلا انا هقول هفتح سوبر ماركت هجيب كل حاجة زي ما لازم انا اول ادرس المكان اللي فيه ولازم انا اقول اشوف المنطقة مثلا يعني مثلا ما روحش افتح في صحرة واروح افتح فيها سوبر ماركت مثلا واقول ده انا هدفي الربح لا يعني لازم ابدأ في مكان ادرسه كويس لازم ادرس الجغرافية بتاعته المكان بتاعه زي بالزبط اللي بيجوا يعملوا مشاريع سياحية لازم اول حاجة دراسة المكان السياحي وبعد كده بدرس الاماكن بتاعته اول حاجة طبعا بدرس الاماكن بتاعتي وببتدي احدد المشروع اللي هعمله بالزبط اين كان المشروع اللي هعمله عشان هدفي ما يبقاش الربح هدفي اول حاجة يبقى فيه وهو هدفي ان يبقى داخل احقق حاجة بس مش هو الربح على طول اكيد طبعا اي حد فينا بيبقى عايز يعمل مشروع بيبقى هدفه طبعا الربح بس طبعا مش بداء معي مداخلة معي لقاء ترفوني اول الو الو صباح النور صباح الفول صباح الفول عليكي تعرف باسمك اهلا بيكي اهلا بحضرتك بحضرتك بحليك على التنامج الجميل الاول ربنا يخليكي يا رب ايه انا بصي من سكان لبني اهلا بيكي النورة اهلا بيكي بنورك ايه عايز اقولك فعلا بجدك وشركبة والله مش مجاملة فعلا يعني مكان محترم جدا ايه اكل نظيف وجودة زي الفول ومعاملة الناس هناك راقية جدا بجد بتمنى لهم ايه او ما دا اللي شفته من خلال اللقاء اللي عملته وعملت ركاق معاهم وكانت تجربة جميلة جدا يعني كمان حضرتك لما بتروح المحل بتلاقي اهتمام من الناس بتلاقي ناس نظافة النظافة طبعا انت عارفة اهم حاجة في المحل اكل بالزيت يعني فبجد ناس محترمة وناس كويسة ربنا يا ربي يوسع عليهم اكتر وتبقى كل حاجة في مصر كويسة وبالمستوى دا يا رب العالمين دا هدفنا طبعا اكيد انشاء الظهر تحبت دي في حاجة تاني؟ لا يا حاجتي شكرا ومشكري برضا على البرنامج الجميل وجقول ربنا يوفقهم يا ربي يوفق وكل الناس اللي معي يروض يا ربنا يا خليكي شكرا نرجع تاني نتكلم وطبعا هي اضافت نقطة بسيطة جدا كان نفسي اقولها من اول الحلقة وهي موضوع النظافة العامة اول حاجة لما بيجي افتح مشروع وزي مثلا حاجة نستة اتكلم عليها في اول التقرير وهي اني لما افتح محل كوشري مثلا او افتح اي محل طبعا لازمة نهتم بالنظافة واحنا اعتقد لما بنيجي نعمل حاجة في البيت اتنش بتطلع بنفسها نظافة برا فعشان كده صعب انك تلاقي محل نظافته زي محل كده طبعا محل مضيف وراقي جدا زي ما المداخلة قالت طبعا هرجع تاني اتكلم في موضوع مهم وهو معنا صاحب المحل محل 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 جدا وهو برضو انت جابت نيس عليه في التقرير عايز اعرف بداية يعني الشباب لو حبين يبدأوا مشروعات ايه هو مثلا ترشح لهم بدايتهم تكون ازاي مثلا زي ما حضرتك بدأت. اولا بالنسبة للاكل يعني المطاعم كده اهم حاجة التخصص ده ما انا هم انت حضرتك بنابج قبل كده والمهنية. وثانية حاجة يعني لازم نكون في يعني اجوة الخامات عندك. يعني بتشتغل باقبض الخامات. ايوة صح. حتى انت تقدر تعمل منتج يتلاقب مع كل الازواء. استاذ هيني انا قلت لحضرتك موضوعا فيه شباب كتير اوي بتفتح مشاريع ومن اول شهر بتقفالها صح? حريك تعرف ايه الاسباب اللي ممكن تقدي لدوان يعني الحاجة دي. عدم المقانية طب. عدم المقانية يعني انا ما انت معندس كمبيوتر مش هنفعل طح مكتب استشارات قانونية. ام. اوكي. معندس كمبيوتر هيشتغل في كمبيوتر. انا انا محل كشري. طبق كشة دي. معدتع محل كشري. استاذ هانم تنورتني. شرفتني بمكلمتك والله. شكرا. مش هدين برنامج حوالي تهوانم وكده باوصلت لنهاية حلقتي. هستناكوا كل يوم خميس الساعة عشر ونصف نفس المعايد. لو عايزين تكونوا ديوف من فقرة حدوتة هانم. هستناكوا كل يوم خميس الساعة عشر ونصف نفس المعايد. شكرا.